يقول عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي إيش هذه فتنة الرجل في أهله وماله وولده يعني انشغاله بهم عن عمل الخير التهى بهم عن صلاة يعني منعوا أو يعني قال لا أو لا الشيطان قالوا أولادك لا تتصدق ترك الصدقة جروا لي حرام ما دخل على بيت حرام بسببهم هذه يعني فتنة الرجل في أهله وماله في أهله وولده قال الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة كذلك لو سوى يعني فتنة في المال فتنه ماله فعمل حراما فيه مثلا ترك واجبا بسبب المال هذه فتنة فتنة إيش يسوي عنده الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف النهي عن المنكر أرأيتم يا إخواني أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تكفير الخطايا لما تأمر بالخير وتنهى عن الشر وتمنع المنكر هذه في لك فيها كفارة خطايا سابعا لغو المجلس كثيرا من المجلس مجالس وكلام لا كذب على غيظة على نميمة على بهتان على يعني لغط لغط ولغو قال عليه الصلاة والسلام من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك قال ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارته هذا حديث صحيح هذه كفارة المجلس ما أكثر المجالس وحتى مجالس النساء مثلا يقع فيها لغط كثير ولغو أشياء طيب هل من شيء يمحو هل من شيء يكفر هل من شيء والله شو عندك يعني عندك هذه كفارة المجلس العظيمة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك كفارة القطيعة أنت شاجرت مع واحد وقاطعت ولا عد لا يكلم ولا تكلم ولا ولا يكلمك ولا تكلم وغرص مصارمة مهاجرة مقاطعة إيش الكفارة قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق مداما على صرامهما يعني على القطيعة وإن أولهما فيئا أول واحد يرجع للثاني يسلم عليه ويزيل القطيعة يكون كفارة عنه سبقه بالفئ وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا وإن مات على صرامهما يعني على القطيعة لم يدخل الجنة جميعا أبدا وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان راه أحمد وحديثه صحيح أنت هو لما يعمل لك قطيعة ولا تعمل لك قطيعة ولا بينك وبين أختك ولا بينك وبين يعني بنت خالك ولا بينك وبين جارتك لما تصير قطيعة بعدين أنت تندمين أو أنت تندم ترد تسلم عليه تتصل عليه ولا تروح إلى بيته ولا تتصل عليه السلام عليكم وعلى الله وبركاته بعض الناس ما في رد ما في رد أنت لما تسلم الملك يرد عليك فيقول الملك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وهو يرد عليه الشيطان طيب نختم نختم ب يعني كفارة عظيمة للكبائر جاء رجل نبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة شوف السؤال قال هل لك من أم عندك أم على قيد الحياة قال لا أحفات قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها إذا إذا رح شوف لك شيء تبر به أمك إذا أنت سويت مصيبة رح شوف لك شيء تبر في أمك وإذا أمك فاتتك الحق على خالتك الحق على خالتك لأن الخالة بمنزلة الأم جاء رجل إلى عمر قال إني قتلت نفسا قال ويحك أخطأا أم عمدا هل من والديك أحد حي قال نعم قال أمك قال لا والله إنه لأبي قال انطلق فبره وأحسن إليه فلما انطلق قال عمر والذي نفس عمر بيده لو كانت أم حية فبرها وأحسن إليها رجوت أن لا تطعمه النار أبدا وجاء رجل عباس قتل رجلا قال أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فسألوا عطاء ليش ابن عباس سألوا أم حية ولا لا فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة وقال مكحول بر الوالدة